السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام ده يتردد عندي سؤال من أغلب المراجعين ما هو علاج تيبس الغضاريف بالعمود الفقري؟ طبعاً هذا سؤال كلش محترم، سؤال كلش راقي أخواني الأعزاء، جسم الإنسان يتكون ثلثين مي الغضروف يتغذى على المي والناتريوم خلي نعرف وظيفة الغضروف قبل ما نحكي عن هذا الموضوع الغضروف يعمل مثل السبرينغ امتصاص الصدمات على العمود الفقري امتصاص الصدمات من تضغط عليه يطلع المي من تسحبه يسحب المي احنا يومية الصبح سنتيمترين أطول من الليل ليش؟ راح يسحب بالليل الغضروف الـ H2O ويعيد شفاء فتقوم انت الغضروف سميك تبدي تشتغول يصير ضغط على الغضروف يبدي الغضروف يفقد السائل ما لتليه هو الـ H2O وبعدين شنو؟ ينتظر الليل يجي على موت تتمدد يقل الضغط عليه حتى يسحب الـ H2O والناتريوم تغذيته من الجسم هس انت إذا الليلة وحدة ما لم تزين ما راح يقدر يعيد الشفاء مالتها الغضروف بسهولة أو إذا قعداتك صارت كلها غير مناسبة هم راح يصير ضغط على الغضروف وما يعيد شفاء فيفقد الـ H2O مالتها يبدي يجف هذه أهم الحالة نقصان المياه في الجسم ليش؟ لأن الغضروف يفقد السائل وانتمدت عوضة يعني كل خلايا الجسم تحتاج أن تعيد شفاءها من خلال الـ H2O فإحنا سيش نقول أول حالة هي عدم شرب المياه الحالة الثانية شرب المدررات أدوية الضغط على سبيل المثال تدرر الجسم حتى يتخلص من السوال حتى يخف الضغط عندك القهوة مدررة عندك التشاي مدرر عندك شرب الكحول مدرر عندك التدخين مدرر هذه كلها تنشف جسمك المشروبات الغازية أيضا تعتبر من أهم المدررات فإنت هذه حاول تتفاداها قدر الإمكان التغذية الصحية مهمة يعني أنت ذا تاكل فواكه وخضراوات هذه 80% من الفواكه وخضراوات هي H2O وهم بها فائدة لطرد السمو وضد الالتهابات فرح تعجل من شفاء الغضروف واضح أخوان أنه أنت شكو الشي يخلي الماء يطلع من جسمك هذا رح يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جفاف الغضروف عوامل أخرى فيسيولوجية بالجسم عندك ضعف العضلات من تضعف العضلات تقوم متشيل وزن الجذع اللي هو 60% من وزنك فشيصير يزيد الضغط على الغضاريف يعني العضلات الجيدة تحمي العمود الفقري والمفاصل والأعصاب الطالعة من عنده العمود اللي يصير بها ضرر ومن ضمنها الضغط الغير طبيعي اعوجاجات بالعمود الفقري تولد تيبس الغضروف من جانب واحد من يتيبس الغضروف بمرور الزمن يمكن يطق إذا صار عليه ضغط يعني يتيبس بعد ما يعيش فيصير عليه ضغط ما يتحمل يطق فهذه وحدة من الأشياء اللي يتيبس بها الغضروف بس إذا نرجع نقول بس تيبس مطاق الغضروف إذن هنا انت تعريك في شرب المياه والنوم الكافي والتخذية الصحية لكثير من الفواكه والخضروات على مود يصير الريجيناريشن إعادة شفاء الخلايا واكتساب الخلايا في جسم الإنسان سائل كافي بقدر السائل اللي هي طرحته من خلال متطلبات الحياة اليومية أتمنى أن يكون هذا الفيديو جيد لكم وساهم بتطوير هاي المعلومة وأتمنى أن تكونون بأحسن صحة وحالة أخوكم عدنان السمرمد خبير علم الحركة الدولي حامل شاهد الدكتوراه بعلوم الصحة بـ HD Health Sciences Atlantic International University موسيقى 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 شكرا